وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا في حلقة اليوم المصور المبدأ حسام أحمد القليعة نرحب بحسام أهلا وسهلا فيك معنا حسام اليوم أهلا أهلا السعادة فنان الله يحييك حسام حسام بداية نحب نتعرف عليك من هو حسام أحمد؟ اسمي حسام أحمد القليعة أمري 24 سنة خريق 2017-2018 بكالوريوس قيلوكيا شعبات القيوفيزيا مواطن عشق التصوير قبل الحرب بأشهر بداية طبيعي كغالبية المصورين المعظم المصورين ابتدأوا بالتلفون ومن ثم طورت مرحلة التصوير عندهم من التلفون إلى الكاميرا إلى كاميرا احترافية طيب مجالك الدراسية ومهنتك الحالية ما هي مهنتك الحالية؟ مهنتك الحالية مصور ابتدأت هنا كمصور هاوي ومن ثم اشتغلت على نفسي وطورت على نفسي طورت مهارتي حتى وصلت الآن لمصور مصور تقارير التلفزيونية يعني مصور مع فني منتق في لحد القنوات العربية بعيدا عن تخصصك الدراسي كيف حصل هذا؟ بعيدا عن تخصص الدراسي أيوة تخصص الدراسي اختص بالنفط والأرض أما مقال العمل يعني سبحان الله إنسان مكتوب رزقه بجهة ودرس بجهة والفرص ربما أنت قنصت الفرصة واستغلتها طيب في زمن الحرب حسام يكون الدور على المصور معروف أن دور المصور يكون توثيقي أكثر من أي دور آخر شخصيا كيف تمارس هذا الدور التوثيقي؟ أساسا أنا مثل ما قلت لك سابقا أنه أنا يعني قبل الحرب بفترة بسيط يعني كنت هاوي التصوير صور بالتلفون ما تصور بالتلفون فقط لكن ما ابتدأت التصوير بالكاميرا وتعمقت بالكاميرا واحترافية التصوير بفترة الحرب يعني فكانت انطلاقتي كمصور يعني معظم قمهوري معظم الناس معرفوا ما يعرفوا شو حسام القليعة إلا بك مصور مصور غطى الحرب كامل منذ اندلعت حتى اللحظة كل أحداث الحرب وكل مآسيها وكل أفراحها وكل ربما نتكلم عن هذه التفاصيل بعد شوية لكن تايز معروفة بأنها مليئة أو من المحافظات المليئة بالمصورين مؤخدا ما هي طريقتك للتميز؟ صحيح تايز أصباح الآن يعني عدد المصورين بعدد يعني كم هائل من المصورين لكن هم قلة قليلة يلتقد عندهم احترافية التصوير والبعض مبتدئين يعني لكن معظمهم أخذوا فكرة التصوير أنه طريقة لقلب المال وهذا يعني أسلوب خطأ أنا الطريقة اللي أحاول أن أبرز فيها أعمالي وأبرز فيها صوري أنا كسبت قاعدة جمهورية مع قاعدة جمهورية على مواقعات تواصل الاجتماعي يعني أحاول أن ألتزم بأساسية التصوير من كادر الصورة تكوين الصورة يعني أخرج بصورة مكتملة من كل النواحي وبعضها تلاقي رواق كبير بعضها تلاقي رواق متوسط لكن هذا اللي ألقاه له أن أنا أعتمد على أساسية التصوير بكل أساسيته قبل قليل كنت تتكلم عن الرزق وأنك لقيت رزقك في التصوير والآن تقول أنه في ناس يصوروا عشان الفلوس إيش المشكلة في أنه الواحد يستغلها ويكون إذا عندهم أهارات ويشتغلها في أخذ رزقه عن طريقة التصوير أيضا مثلك لا أنا يعني أنا الآن هذه السنة الخامس وأنا أصور يعني أنا بدأت الآن أشتغل من التصوير بعد أربع سنوات من الهواية وأنا أطور نفسي وأنا من نفسي أنا ذكرت سابقا أنه في بعضهم يلقأوا لفكرة التصوير عن طريقة للرزق من أول يعني مقرد مش عارف يضبط الكاميرا وهو يفكر يشتغل على طول فهذا صعب يعني مستحيل أنه يتعلم بسرعة أيوة 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 هو هذا اللي أقصده أنه غلط أنه لما يكون المصور في بدايته وكل همه أنه الفلوس خلاص ما يعطيش لأنه التصوير شغف التصوير شغف إذا ما حبيتش مهنتك إذا ما حبيتش الشيء اللي تأدوه صعب أنك تستغله توظفه للرزق وصعب أنه توظفه بمجالات أخرى جميل كده نتفاق طيب الآن طالما تكلمنا عن التمييز والتمييزك أنت شخصيا في الصور نروح نشوف مجموعة من تصويرك ونرقعني كما للقاء ترجمة نانسي قنقر حسام صور من أجمل ما يكون لكن هل تذكر أول صورة قمت بتصويرها ونشرتها ولاقت شهرة ورواج؟ أول صورة مذكرش بالتحديد أول صورة بس كانت أول صور لي بلاقة رواج بحكم أنه انطلقت بالتصوير بفترة حرب فكان الناس لم ينتظروا صور طبيعة أو صور أطفال أو صور بفترة كان الناس أي صورة تحكي عن الوضع تحكي عن الواقع تلاقي رواج كبير فكان هذه أول انطلاقتي كنت أحينها نازحين بالتربة كان الخطة للوصول للمدينة المغلق فكنت أتميز بكل صورة ألتقطها من الضباب إلى التربة أي صورة ألتقطها كانت تلاقي رواج كبير بحكم أنه من امتداد الضباب إلى مدينة التربة لا يوجد أي مصور إلا حسام القليل بعكس بالمدينة كان متواجدين حينها مصور كثير فكنت أي صورة ألتقطها كانت تلاقي رواج كبير وهذا اللي بدأت من خلاله أنشئ لقاعدة جماهيرية كبيرة عبر منصات تواصل الاجتماعي جميل طيب الكاميرا ربما التنقل بها صعب أنت أكثر صورة تكون عبر التلفون أو الكاميرا؟ أغلب بعض الأوقات يسهل علينا أننا ألتقط الصورة بالتلفون بحيث أنه الكاميرا كما قلت أنه حملة صعب وأوقات المضايقات بسبب الكاميرا فبعض الأحداث أغطيها بالتلفون بحكم أنه أساسية التصوير أطبقها بالتلفون أطبقها بالكاميرا طبيعي لأنه أهم شيء تكون التغذية البصري عند المصور والأساسية تكون مرسومة باله بس في بعض الصور غلط أننا ألتقطها بالتلفون فألقى أننا أخذ الكاميرا والتقطع عشان أخرج بجمال أكبر وحاجة مميزة فضل من التلفون من بين هذه الصور كل صورة من تصويرك أثرت فيك وما نسيتها لليوم كانت تحكي لنا ظروف هذه الصورة أنا إذا اتطرقت لهذا المقال يعني ما مش صورة لأثرت فيه يعني عدة صور أو حدث وإنت تصور حدث حدث وما تنسيش خصوصا أنك صورت في أماكن حساسة وأوقات حساسة مثل ما قلت لك مثل يعني مصور بفترة حرب حرب كلها مآسي كل صورة عن معاناة تعز وعن قضية تعز فيها ألف قصة وقصة تخبيها لكن في صورتين اللي عبارة عن مؤثرة ومن أكثر الصور اللي لقات رواق وكثير من المنظمات التواصلوا معي عشان يشتي أخذوا هذه الصورتين صورة يعني جمعت فيه بما بين أننا أوصل فيها رسالة وما بين فن التصور اللي هو فن البرتريح لامرأة عقوز سبعينية هقرت قصرة من بيتها في منطقة تبيشعة في قبل حبشي فكنا مصورين حوالي عشرة كنا نصور قصتها هذا كل وقت أول ما وصلت إلى مكان تواجدنا فأنا حاولت أننا أنفرد من بين العشرة المصورين بصورة مميزة أحاول أوصل فيها رسالة هذه العقوز وبنفس الوقت جمعت ما بين الجانب الفني في التصوير وما بين أننا أوصل فيها رسالة لكن كانت قصتها مأساوي جداً بحيث أنه قرأت ما فيش معها أولاد ما فيش معها أحد كانت تمشي لوعاده والصورة الثانية في منطقة الكنب اللي تعرف منطقة الكنب أن أكثر الأحياء التي احتضنات الحرب لثلاث سنوات يعني شبه مدمرة الحي فمرة أخرى كنت أنا وثنين الزملاء نصور نوثق الدمار ونوثق وأنا أصور شف دمية دمية لطفل بين الركام يعني لما شفت الدمية هذه كنت ذكرت الأفلام اللي كنا نشوفها يعني الأشياء المصطنعة اللي يحتاج لفريق كامل من مخرجين من معدين بحيث أنه يصنعوا هذه اللقطة أنا شفتها كيف جاهز أمامي الدمية بين الركام فالتقطع ولاقت روى كبير جداً جميل طيب أنت الآن لما تنشر الصور أحياناً الحقوق الفكرية لك مصور كيف تحافظ عليها؟ وهل يتسبب لك بقلق أو حزن لما يأخذوا صورتك من غير ما يشيروا لك؟ أو أنه يعني الغرض عندك بالنهاية توصل الرسالة مثلما وصلت الرسالتين الأولتين؟ هو بالنسبة لأي مصور طبيعي أنه ما يحافظ على صورتها باللوغو والشعر اللي يطرح المصور على الصورة بالنسبة لأنه يسبب قلق أو حزن هو يعني يعتبر يعني ما فيش داعي أنه يعني اللي يقلق واللي يعصب أنه أيش الفائدة عاد لما تنزع شعاره وتنشره هابدون يعني أيش اللي مضايقك بعض الصفحات اللي ينزعوا شعار المصور وينشره هابدون يعني أيش للدرجة هذه شعار المصور مزعق والدرجة هذه بالأول الأخير هو أساساً الصور اللي تتداول بمواقع التواصل الاجتماعي دقتها دقتها مثلاً إذا رشرت هنا بالفيسبوك الدقة تقل فما بيعرفش يستخدمها هنا ولا هنا لكن أنا اللي اللي يقل اللي يستفز المصور أكثر أنه مثلاً مثل الصورة اللي التقطتها لو كانت لاقت رواق من صفحة أخذت الصورة من صفحتي وينزعوا الشعار ونشروها كان لا منظمة ولا وكالة ولا قهات إعلامية بيعرفوا من ملتقط الصورة هذه وبيعرفش يوصلوا لمن التقط هذه إلا بعد ما يبحثوا من ومن ومن لمن يوصلوا للمصدر الصورة لكن بحكم أن الشعار ما موجود يعني من أربع سنوات الشعار وإذا كوا موحد فمقرد نظرة للشعار يعرفوا المصور يدخلوا يتواصلوا معه فهذا هو الهدف الأول من وضع الشعار أنه حقوق فكرية هذا طبيعي ومن ناحية ثاني أنه الناس ما بيعرفوش ما بيعرفوناش أنا شخصيا يعني كثير من الناس ما تعرفوش من هوذا حسام شخصيا أو كثير من الناس ميتابعوش حتى صفحة حسام بس يشوفوا الصور تنتشر بالمواقع يشوفوا الصور تنتشر بوكالات وعليها شعار حسام فهذا اللي يخليهم يعرفوه أنه في مصور اسمه حسام بسبب الشعار هذا من أصد حقوقك شيء مزعق أنه يأخذوا ينزع الشعار وفي بعض المواقع وبعض الصحف محترمين يعني على الأقل يقول لك إحنا مش قادرين نشتري صور فحبي نشتري نستخدمها بعد إذنك بعضهم يقولوا عادي نستخدمها مع الشعار بس بدقة عالية يقول لهم عادي هنييا نخذوها هم شيء توصل الرسالة وهذه الصورة بدقة عالية بدون شعار لكن المزعق أنه تكون صفحة عادية صفحة عادية يعني متابعيها المتابعين بصفحتي أكثر من متابعين عندهم وينزع الشعار وينشرها كذا ويسوي لوقر صفحة أو الموقع أو القناة عقائب طيب لو أسألك عن طموحك الشخصي والله طموحي الشخصي أن أنا أتمنى أن أطور موهبتي أكثر وأكثر بحكم أنه مهما كان خمس سنين أنا أعتبر نفسي تعديت مرحلات المبتدئ أنه التصوير بحر والاحترافية عادوا يعني يحتاج لنا شغل أكثر وأكثر وقهد أكثر وأكثر عشان يوصل للاحترافية واللي أتمنى أن أنا أسوي لي مشروع شخصي كشركة إنتاج بقهد الشخصي المصورة المبدأ حسام أحمد القيعة أشكرك جزيلا شكرا أتمنى أنك كل التوفيق وتحقق كل يمنياتك إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك